كيف حلت الأزمة الأخيرة بين فريس والجزائر تحية طيبة لك ولدايفك الكريم ولكل المشاهدين أعتقد بأن المكالمة التي أجرت أمس بين الرئيس الجزائري مجيد تبون ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنهت هذه الأزمة التي دامت أكثر من شهر من الزمان طريقة الإنهاء هي التي تطرح علامة استفهام عديدة خاصة البون الشاسع بين البيان الأول لرئاسة الجزائرية عقب فرار أميرة بوراوي وترحيلها من تونس باستخدام الجواز الصفر الفرنسي والبيان الأخير الذي أكد بأن هناك سوء تفاهم فقط فالبيان الأول أكد بأن هناك انتهاك للسيادة الجزائرية من طرف قناص عاملين في القنصلية الجزائرية سواء أمنيين أو دبلوماسيين وقاموا بتهريب المناضلة لكن تبين فيما بعد بأن لا توجد هناك أي علاقة للعاملين في القنصلية هنا بالجزائر بهذه التهريب وإنما الحديث هو عن تهريبها من تونس نحو فرنسا أكيد أن اللقاء بين الطرفين بحث هذه الأزمة وكما جاء في بيان كل الطرفين بأنهما ناطل لتامعا سوء التفاهم الذي وقع بين الطرفين ويعملان على تعزيز العلاقة البينية في المرة القادمة من خلال تكتيف الاتصالات في مثل هكذا حالات مستقبلة نعم ولكن البيانات التي صدرت لا تتحدث عن المشكلة نفسها نعم البيان تكلم عن أنهم يحاولون أن يتجاوزوا المشكلة والاتجاه نحو ما تم الاتفاق عليه في تفاهمات أغسطس من العام الماضي والتي أكد فيها الرئيسان بضرورة الاحترام المتبادل لسيادة الدولتين وضرورة توسيع مجالات التعاون بما يتوافق وتاريخ العلاقة بين الدولتين وبين العلاقة الإنسانية بين الشعبين حسب ما جاء في بيان إعلان الجزائر أكيد هناك نية صادقة لدى الطرفين الجزائري والفرنسي بيتجاوز كل الخلافات والذهاب إلى معالجة جدية لكل القضايا الخلافية القائمة خاصة وأن منذ زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر إلى حد الآن لم يكن هناك أي تقدم في العلاقة البينية على أي مستوى من المستويات الملفات المطروحة كإشكاليات في العلاقة البينية الجزائرية الفرنسية ترجمة نانسي قنع